هناك مطالبات بعدم دخول ميسي للمكسيك أبدا وأنه شخص غير مرغوب فيه حدث بأنه الليو تبادل قميصه مع كابتن منتخب المكسيك طبعا حضراتكم عارفين أنه في غرف خلع الملابس يعني الفنلات والأمصان بتكون فيها عرق ويعني بيتم رميها في بعض الأحيان لكن أتحدث هنا عن قميص منتخب المكسيك ميسي خد أميصه وحطه على الأرض ووقف عليه وفضل يحتفل الصورة تم التقاطها وكان هناك حديثة عالمية عن أن ميسي أهان دولة المكسيك بهذا الفعل لكن هناك أيضا مشهد حدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي متعلق بمباراة الأرجنتين وبولندا وكان وقتها بتلعب مباراة السعودية والمكسيك وانتصرت المكسيك فيها نهاية 2-1 لكن الحديث عن أن ميسي جري على مدرب الأرجنتين سألوها على النتيجة هناك وعرف أن بهذه النتيجة لو ظلت كما هي ما بين الأرجنتين وبولندا وكانت حينها الأرجنتين متقدمة 2-0 فبالتالي الفرقتين هيصعدوا الأرجنتين أو بولندا ميسي شاور للعيبة وخلهم يهدوا اللعب وكان هناك أحاديث كثيرة على السوشيال ميديا معترضة على هذا الأمر وتتحدث عن انعدام الفير بلاي في هذه اللقطة من جانب اللعب ترجمة نانسي قنقر